اشتركوا في القناة هنتعلمها في المحاضرة دي هنبدأ أول حاجة بأنه ورز استاتيستيكس أو شنوه الإحصاء بعدها هنتكلم عن المجتمع والعينات هنشوف بعدها الرسوم البيانية والنزع المركزية هنتكلم عن مقاييس التشتت وأخيراً عن الاحتمالات قبل ما نبدأ نتكلم عن شرحنا الليلة خلينا نحكي نفذة تاريخية بسيطة عن علماء المسلمين كانوا مؤثرين في علم الإحصاء علماء المسلمين كانوا يستخدموا علم الإحصاء في الزكاة وفي توزيع الغنائم ويدارتها الموارد وحتى في التعداد السكان من ضمنهم ابن خلدون اللي هو على الصورة في اليسار وأشار في المقدمة حقته لأهمية دراسة الظواهر الاتماعية والإحصاء عشان نفهم المتماعات حقتنا أما بالنسبة للصورة التانية أكيد إذا جيبنا سيرة الرياضيات حنجيب سيرة الخوارزمي أتطور في خوارزميات وطرق كثيرة لحل المعادلات الخطية ساعدت في إننا ننظم ونفهم الأنماط حقتها البيانات بعدها علم الإحصاء بقى داخل في كل المجالات حرفيا إلى أن نتطور بالصور اللي إحنا شايفناها حاليا خلينا نعرف علم الإحصاء ورز استاتيستيس علم الإحصاء هو العلم اللي بيخلينا نجري الإحصائيات أو الدراسات عن طريق إننا أو بيساعدنا في إننا نجمع وننظم وننلخص ونحلل البيانات لأنه على أساسها حنقوم نطلع نتائج كيف؟ في مرات كثيرة البيانات بتكون كثيرة وضخمة جدا فبالتالي صعب إننا نطلع عليها بشكل كامل فعلم الإحصاء بيساعدنا في إننا ننظم البيانات دي بالصورة اللي بتسمح لنا إننا نتعامل بيها ومع الدراسة الإحنا حنعملها ونلخص البيانات دي عشان نقدر نطلع أفضل نتائج فزي ما إحنا بنستخدم لغات البرمجة عشان نتعامل مع الكمبيوتر أو نفهم الكمبيوتر إحنا بنستخدم علم الإحصاء عشان نفهم البيانات ونتعامل بيها بعدها خلينا نعرف ليه أكثر من الإحصاء في المشين لرنين طبعا في أجسام كثيرة جدا لكن حنتكلم عن قسمين إن شاء الله في الستاتيستيكس هنا اللي هو الديسكريبتيف استاتيستيكس الإحصاء الوصفية والبروبابوليتي ديستربيوشن في الإحصاء الوصفية بنستخدمها في المشين لرنين عشان نختصر الداة حقتنا ونفهم الخصائص حقتها في حاجات كثيرة ممكن نستخدمها عشان نفهم الداة من ضمنها المين والميدين والستاندرد ديبييشن اللي هم الوسيط والمتوسط فالحاجات دي بتساعدنا لإنه إحنا نقدر نطلع الخصائص حقة البيانات ونفهمها لأنه في النهاية المشين لرنين بتتعامل كله مع بيانات أو ما خلف المشين لرنين إنت بتتعامل مع بيانات فطالما إنت ما فاهم البيانات ما حتقدر تبني أصلا مودل فبالتالي أهم خطوات هي الخطوات الأولى اللي انت بتدرس بيها البيانات عشان اللي قدام تفهم انت حتعمل شنو بالنسبة للprobability distribution هي بتساعدنا في إنه نفهم توزيع البيانات عامل كيف وفي حاجة بنستخدمها بعدين اسمها المودل إبالواشن ما تركزوا شديد مع الحاجات دي إحنا اللي قدام إن شاء الله حنتخمها في صورة أوضح في البداية خلونا نتكلم عن الpopulations and samples ديل شنو الpopulation في الstatistics لو جينا قلنا إنه إحنا عايزين نعمل دراسة على السودانيين في السودان اللي هم 40 مليون نسمة فإذا أنا كنت مستهدي في كل السودانيين فبالتالي الpopulation حقي هو كل السودانيين فالpopulation هو كل الناس سواء كانوا أفراد أو مجموعات اللي أنا عايز أجري عليهم الدراسة دي مرات الـ 40 مليار نسمة قد تكون عدد كبير جداً ومضيعة للوقت بالنسبة لي فبالتالي ممكن أخذ منها samples أو عينات عشان أعمل عليها الدراسة وأعمم نتيجة الدراسة على العينات على كل المجتمع فداء السامبولز السامبولز هو عبارة عن مجموعات أو حاجة أصغر من الpopulation بنختارها عشان تمثل لنا بقية الpopulation قبل ما نعمل الـ statistical analysis أو التحليل الإحصائي فالمثال قبل ضربنا مثل بأنه مثلاً عايزين نعمل الدراسة على السودانيين حالياً أنا أخذت فقط samples أو عينات من السودانيين عشان أنا أجري عليهم الدراسة دي لأنه 40 مليون كثير جداً وبعدين الدراسة اللي أنا حاجريها على العينات دي حا أعممها على كل السودانيين وحا أقول إنه دي دراسة اتعاملت على السودانيين كيف؟ ده رسم توضيحي بمثل لنا الpopulation كامل ده هو عدد السودانيين 40 مليون اخترنا منهم عينات خلينا نقول 10 ألف فبعد ما عملنا الدراسة على السامبول اللي هم العشرة ألف حا أعمم كل النتيجة على الpopulation كامل الـ 40 مليون How to select a sample للأسف أيوة في أكتر من نوع لإنك تتخذ sample هو للأسف وحاجة كويسة برضو عشان تطلع لك إحصائيتك بصورة دقيقة فعشان تطلع يلا نرجع مرة ثانية لجملتنا عشان تطلع إحصائيتك بصورة دقيقة والنتائجة لإنت بتطلعها تكون مناسبة جداً للإحصائية لإنت بتعملها أو للحاجة لإنت بتدرسها مهم جداً إنك تختار sample مناسب لأنه sample ده حيمثل كل الpopulation اللي إنت حتعمل عليه الإجراء أو الإحصائية أو الدراسة حقته دي أنا حستخدم مصطلح sample وpopulation أكتر من مجتمع وعينه ترجمة بالعربي sample اللي هو عينه وpopulation مجتمع ولكن حأكررهم أكتر من مرة في الحيثة دي طيب how to select a sample كيف حنختار أصلاً السامبول من الأنواع حقتنا خلونا أول حاجة نعرف الأنواع حقتنا هي شنو عندنا السيمبول راندوم سامبولينج بعدها عندنا السيستيماتيك راندوم سامبولينج عندنا الكلاستر سامبولينج وعندنا الستراتفايد سامبولينج للأسف إنهم كتيرين أو هم أكتر ولكن دي الأجزاء اللي إحنا حنأخذها في المحاضرة دي إن شاء الله نبدأ بالسيمبول راندوم سامبولينج التعريف حقه إنه في السيمبول راندوم سامبولينج كل الأشخاص أو الأفراد في المجتمع عندهم نفس الفرصة في إنه يتم اختيارهم يعني عندنا الأعدادة في الصورة دي الواحد والعشرة والاثناشر لحد رقم تسعة دي عبارة عن population فكل الناس ديال بغض النظر عن خصائصهم عندهم نفس الفرصة في إنه إحنا نختارهم بشكل عشوائي هي اسمها سيمبول راندوم سامبولينج يعني اختيار عشوائي بسيط فببساطة لو جينا قلنا إنه عايزين نعمل دراسة على طلاب في مدرسة والطلاب في المدرسة ديال خلينا نقول إنهم ألفين ففي الألفين ديال في مرات كتيرة الpopulation بيكون بسيط ممكن أعمل الدراسة عليه كامل وفي مرات الpopulation بيكون كتير أو أنا ما محتاج إني أعمل على الpopulation كامل فبالتالي حأختار سامبولز طبعا في قوانين اللي قدام ممكن تتغير في حالة إنت استخدمت الpopulation كامل أو في حالة إنت استخدمت السامبولز لكن ما حنتطرق ليها حاليا حنتطرق ليها اللي قدام إن شاء الله بالنسبة للاختيار العشوائي قلنا عندنا ألفين طالب في المدرسة فمن الألفين ديال كلهم عندهم نفس الفرصة في إنه يتم اختيارهم عشان أنا أعمل عليهم الدراسة دي فمثلا دخلت الفصول بشكل عشوائي جدا اخترت أي طالب بلقاه قدامي بدون ما أعرف اسمه بدون ما أعرف الحاجات اللي فيه بس اخترته بشكل عشوائي ده بالنسبة للsimple random sampling ما فيه أي طريقة اللي بيع إنه أنت بتختار بشكل عشوائي في method تانية هي بتاخد مجهود أقلة من simple random sampling ولكن قريبة منها جدا بس نظمناها بشكل بسيط وهي systematic random sampling بالنسبة للsystematic random sampling عندنا steps مفترض نتبعه عشان نقدر نطلع السامبولز حقنا بصورة systematic طيب أول حاجة حنقسم كل الpopulation اللي عندنا على عدد السامبولز إحنا عايزين نعمل عليهم الدراسة لو قلنا إنه الألفين طالبين في المدرسة قاعدين إحنا عايزين ناخد سامبول تقريبا مية طالب فبالتالي حاكسم الفين على مية وهنا حيجيني الرقم اللي أنا حا أمشي على الناس أو حا أمشي بالترتيب عليه كيف؟ بعد ما أنا قسمت الpopulation على السامبول وجاني رقم معين حاقوم أختار من الناس بشكل عشوائي أي كان الرقم بغض النظر عن إنه شنون بعد ما أختار الرقم حا أمشي بصورة systematic على باقي الأرقام كيف؟ خلونا نشوف في الصورة دي فيها توضيح عندنا هنا الpopulation من 1 لـ 12 وإحنا عايزين ناخد سامبول أربعة أشخاص فقط فبالتالي الخطوة الأولى في systematic إنه حا أقسم الـ 12 على أربعة جاني ثلاثة فثلاثة حيكون أي شخص ثالث داخل معايا في الإجراء حقي أو الإحصائية حقي ولكن أول اختيار بيكون بصورة عشوائية ملاحظين إنه إحنا ما بدنا من رقم ثلاثة إحنا بدنا من رقم اتنين أو الإختيار بيكون بصورة عشوائية ممكن تبدأ من رقم ستة ممكن تبدأ من رقم ثمانية إلى آخره لكن المهم إنه بعد ما تختار الرقم الأول أو الشخص الأول بصورة عشوائية تمشي بصورة منظمة يعني اتنين لأننا إحنا قسمنا الpopulation على السامبول وجعنا رقم ثلاثة كل مرة حنزيد ثلاثة اتنين زدناها ثلاثة بقية خمسة خمسة زدناها ثلاثة بقية ثمانية ثم نزدناها ثلاثة بقية حداشر وإلى آخره لحد ما أخلص الpopulation ده بالنسبة للsystematic random sampling بعدها عندنا الcluster sampling وهو بيكون دائما مستخدم ومفيد جدا في الpopulations اللي بيكونوا الأعضاء حقينها مختلفين بصورة جغرافية عشان نختار أو عشان نعمل cluster sampling عندنا خطوات أول حاجة بنعملها إننا نقسم الpopulations لجروبات اسمها clusters بعدها حنختار مجموعات عشوائية من المجموعات اللي احنا اخترناها دي أو القسمناها وبعدين كل المجموعات اللي احنا اخترناها بشكل عشوائي كل الأفراد اللي في المجموعة حيكونوا داخلين في الإحصائية بتاعتين طبعا في البداية لما أقسم الpopulations لجروبس الجروبس دي بيكون فيها كل الأفراد المختلفين يعني كمثال لم أعايز أعمل دراسة على الطلاب في السودان وفي السعودية وفي مصر ما حأقسم المجموعات لطلاب السعودية فقط وطلاب السودان فقط وطلاب مصر فقط لا أي مجموعة حيكون فيها ناس من مختلف المناطق طالب سعودي وطالب سوداني وطالب مصري المجموعة الثانية برضو حيكون فيها بنفس الصورة فكل مجموعة فيها الناس المختلفين اللي أنا قسمتهم دي خلونا نشوف الصورة دي لو ملاحظين إنه إحنا عندنا حاليا أكتر من مجموعة وأي مجموعة الألوان دي بتمثل شخص أو شخص مختلف بصورة جغرافية أو أيا كان وكلهم دخلين في مجموعة وحدة يعني مثلا خلونا نقول إنه اللون البنفس الجيدة الناس من السودان من مصر من السعودية والأصفر من المغرب الأحمر بغض النظر عن الأماكن ولكن هما مقسمين في مجموعات بعد ما قسمت الناس في المجموعات حأختار مجموعات بشكل عشوائي وكل الأفراد ألف المجموعة اللي أنا خطيتها حيكونوا دخلين معاي في الإجراء حبي خلينا نمشي الآخر نوع مع ليش تعبتكم ولكن هو الستراتفايد سامفولين في الستراتفايد سامفولينج البوبيوليشن بنقسم أول حاجة البوبيوليشن لجروبس بنسميها ستراتا السامفولينج اللي قسمناها لجروبس دي بعدين بنختار ميمبرز من أو أعضاء من المجموعات اللي إحنا قسمناها دي والأعضاء ديل هما اللي حيكون دخلين في البحث حقي خلينا نشوف الصورة برضو عشان نوضح عندنا هنا في الصورة قسمنا الناس حسب الخصائص اللي أنا أعيزاها صح في المثال حق ديلت لستر قسمنا أي مجموعة فيها أفراد مختلفين هنا أي مجموعة حيكون فيها أفراد متشابهين فمثلا في المجموعة الأولى الناس اللونهم أزرق اللونهم أخضر وردي وأحمر دل كلهم مختلفين فبعد ما قسمنا الناس للإستراتا اللي هم المجموعات اللي فيها بصورة متشابهة هم كلهم متشابهين فيها حقوم أختار من أي مجموعة بشكل عشوائي اخترتها من المجموعة الفوق الزرقة رقم واحد اخترتها من المجموعة الثانية الخضرة رقم ثلاثة بعدها اخترت اثنين من المجموعة الوردية واخترتها رقم واحد من المجموعة الحمراء فخلينا عشان نقدر نفرق مرات شوية الناس بتتلخبط ما بين الستراتفايد والكلاستر في الكلستر حننوع يعني كمثال لو كنت عاملها كلاستر كنت حأخذ الناس ديل اللي هم المختلفين وبعدين كل المجموعة حتكون دخلالية في البحث لكن في الستراتفايد حنقسم الناس بأي مجموعة بشكل مختلف في استراتا مختلفة وبعدها حنقوم نختار منهم بشكل عشوائي في السامبل طبعا حنستفيد شنو من الحاجة دي اللي يقدام لمنتج عايز تعمل التستنج للموضل وحاجات زي دي في حاجة اسمها الفاليديشن فإن تستخدم الحاجات دي فيها برضو ما تركزوا معها شديد حنلاقيها لقدام ان شاء الله خلونا نتكلم عن مصطلح حيلاقينا كتير في المشيلي ألا وهو الأوت ليرز شنو الأوت ليرز الأوت ليرز دي عبارة عن رقم أو حاجة معينة إحنا أنا استخدمتها كلمة حاجة لأنه مرات الداتا ما بتكون أرقام ممكن تكون عادي نوعية فهي بتكون مختلفة بشكل extremely high أو extremely low يعني بشكل مرتفع جدا أو بشكل منخفض جدا في الداتا سيت بتاعتنا فهي ممكن تأثر على كل الداتا سيت فبالتالي بنسميها أوت ليرز عشان نعرف نتعامل معها بيات وصورة كمثال مثلا للأوت ليرز لو قلنا عندنا أعمار الطلاب في المدرسة الاتدائية بتتراوح ما بين ستة سنوات إلى إطناشر سنة ففي حالة لقينا طالب في المدرسة الاتدائية عمره 20 سنة فده أوت لير لأنه 20 سنة ده رقم كبير جدا مقارنة بيباقي أعمار الطلاب في المدرسة الاتدائية أو لو لقينا طالب عمره 3 سنوات نفس الشي ده أوت ليرز لأنه الرقم ده قليل جدا مقارنة بيباقي الأرقام أو مثلا أوت ليرز هم الناس بيحضروا كورساتنا وما قاعدين يستفيدوا أظن إنهم ما فيوا ولكن إن وجدوا فهم أوت ليرز خلونا نجي بعدها للغرافز ودي حاجة جميلة جدا لنستخدمها عشان نفهم البيانات مرات البيانات لما تكون مخطوطة في صفوف وأعمدة وطويلة صفوف وأعمدة طويلة جدا أو في جدول بتاع بيانات عملاق جدا ممكن البيانات تصل لعدد كبير جدا كمثال مثلا اليوزرز أو المستخدمين حقين فيسبوك يقال إنهم 2 مليار فإنت 2 مليار كيف حتقدر تطلع على كل البيانات فالرسومة البيانية دي بتختصر لينا البيانات عشان إحنا نفهم كيف البيانات عاملة أو كيف شكل البيانات بيصورة حق بيصورة مرئية بشكل جداول بسيطة خلينا نبدأ أول حاجة بالهيستوغرام الهيستوغرام بيعرض لينا البيانات والتكرار حقها عشان نعرف توزيع البيانات بيكون عامل كيف ونقدر نقارن يعني هنا هو عارض لينا توزيع حق البيانات إنه بادي في البداية بشكل بسيط بعدها بدأ يزيد وبعدها بدأ ينقص وإلى أن نوصل هنا فهنا بنقدر إحنا نقارن مثلا إذا كان عندنا مبيعات بنقدر نقارن ما بين المبيعات في المنطقة الفنانية دي والمبيعات في الوقت الفناني ده وإلى آخره فالهيستوغرام مفيد جدا بيساعدنا برضو في إننا نعرف الأوتلايرز بيساعدنا في إننا نشوف شنو الفرق ما بينهم وبنستخدمه عادة في البيانات اللي بتكون من شكل بتكون من شكل نيوميريكل اللي هو بالعربي بشكل عددي أو رقبي يعني البيانات بتكون بشكل أرقام نجي بعدها للبيتشارت البيتشارت بنستخدمه للبيانات النوعية صح قلنا في الهيستوغرام بنستخدمه للبيانات اللي بتكون رقمية هنا لا بنستخدمه في البيانات النوعية وبيكون دايما أو أفضل استخدامات ليه عشان نقدر نقارن بصورة نسبية ما بين البيانات حقتنا دي كمثال لو جينا هنا لللون الأزرق ممكن نقول إنه ديل طلاب الكمبيوتر ساينس القاعدين يتابعونا وديل طلاب هندسة وديل بقية التخصصات طبعا طلاب الكمبيوتر ساينس هم الناس الأكتر هنا فإحنا قدرنا نقارن ما بين طلاب الكمبيوتر ساينس وطلاب الهندسة وباقي التخصصات بيصورة بسيطة جدا بدون ما نطلع على جدول بتاع بيانات كامل نجي بعدها للسكتر بلوت السكتر بلوت هو عبارة عن رسم بياني بيخلينا نعرف العلاقة ما بين قيمتين يعني عندنا القيمة الأولى بيخدتها هنا والقيمة التانية بتكون هنا فدبورينا العلاقة ما بين القيمتين إذا دي زادت هل دي حتزيد؟ أو إذا دي زادت هل دي حتنقص؟ وشنو العلاقة ما بين القيمتين دين؟ مرات في عندنا مثلا منتجات ممكن لو قلنا عندنا مصنع فالمصنع أنتج منتج جديد وبعدها لاحص في انخفاض لباقي المنتجات القديمة فبدأ يعمل سكتر بلوت عشان يعرف مقارنة ما بين المنتج الجديد ومثلا منتج قديم كان مبيعاته كويسة حاليا انخفض فبعدها بنشوف هل بعد ما طلعنا المنتج الجديد ده؟ قلت مبيعات المنتج القبله ولا زادت ولا زي ماهي فالسكتر بلوت دي الوظيفة حقته انه هو يقارن لي ما بين اتنين او ما بين قيمتين معينتين عشان افهم علاقة بياناته مع ملكير نجي بعدها للهيت ماب الهيت ماب بيمثل لي البيانات في صورة بتاعة مصفوفات او ميتريكس وبتكون بالالوان يعني عندنا مثلا في الرسمة دي دي ايام الاسبوع ودي المبيعات حقت كافي معين عندنا كوفي جوز سودا ان تي ففي يوم الاثنين المبيعات بتكون شايفين هنا الالوان اربعين مثلا المبيعات بتكون عاملة كده ولكن في يوم الثلاثة المبيعات بتنقص بعدين في يوم الاربعاء تاني بتزيد بعدها هنا بيقت متوسطة بعدها هنا قلت شوية ولكن لو ملاحظين هنا يوم الجمعة الشاي بيقى منخفض جدا ففي الهيت ماب احنا بنعرض البيانات في صورة بشكل الوان في شكل جدول مصفوفات وحسب تركيز اللون هو ارتفاع البيانات المصفوفة كل ما نخفض فيها تركيز اللون بدون على انه البيانات هنا قاعدة تكون قليلة فهو بنمثله او بنضعه عشان نقدر نقارن بين الحاجات دي في صورة بتاعة ميتريكس وبالالوان بعدها نجي للبوكس بلوت وده زي جوكر كده بيساعدنا في حاجات كثيرة البوكس بلوت هنا بحدد لينا البيانات طبعا هنا في النص ده هو الميديان او الوسيط حنشوفو بعد شوية خمسين بالمية من البيانات بتكون قاعدة لي هنا وهنا خمسة وعشرين بالمية وهنا خمسة وعشرين بالمية هنا بكون الماكسيموم حقنا او مثلا هنا حنقول معلش المينموم وهنا الماكسيموم فبالتالي اي حاجة خارج الماكسيموم هي outliers سواء كانت منخفضة او مرتفعة وكل الحاجات الداخلة هنا هي تابعة للبيانات حقنا ده بيخلينا نقدر نفهم البوكس بلوت او نفهم البيانات عن طريقة البوكس بلوت بانه نشوف توزيعها عامل كيف بيساعدنا جدا دايما في اننا نطلع على البيانات بشكل كامل وفي اننا نحللها وبنستخدمها في نيوميركال داتا خلصنا من الهيستوغرام او الرسومات البيانية قلنا انه عندنا اربع انواع او عندنا انواع كثير ولكن احنا اتكلمنا عن البوكس بلوت والسكاتر بلوت والهيستوغرام والبيتشارت خلينا نجي بعدها للسنترال تندنسي ديشنه السنترال تندنسي عندنا فيه ثلاثة حاجات السنترال تندنسي هو عبارة عن النزع المركزية بالعربي فعندنا فيه ثلاثة حاجات اللي هم المين والميدين والمود المين وهو المتوسط الحسابي الميدين هو الوسيط والمود هو الميني المنوال وبنستخدم النزع المركزية او مقاييس النزع المركزية عشان نجد ملخص مختصر لكل البيانات ونقدر نفهمه نبدأ اول حاجة بالمين او المتوسط المين هو عبارة عن اني اجمع كل البيانات العندي واقسمها على عدده كيف؟ اذا كان عندي عشرة بيانات لعشرة طلاب خلينا نقول مثلا اعمارة طلاب العشرة ديه فانا حاقوم اجمع اعمارة طلاب العشرة كلها واقسمها على عشرة لانه دا عددهم وده القانون حقها الرمز دا هو السمشن الان بتعبر لي عن عدد الفاليوز اللي انا عايز اعمل عليهم الاجيب المتوسط حقهم والاكس دا الرقم او الفاليو هو شنو اصلا فبالتالي مثلا هنا حيكون عدد الطالب الاول او عمر الطالب الاول الاي بيتغير اكس اي بعدين اكس اي زائد واحد اكس اي زائد اتنين وهكذا اللي هم اعمار الطلاب وحنقول نجيب ليهم السمشن حقهم حنجمع كل اعمارهم وبعدها حنكسمها على عددهم بنتخدم المتوسط كمثال ليهم مثلا تاني حساب الدرجات اننا نحسب درجات الطلاب في الفصل في مادة الفيزية فباخذ كل الدرجات حق الطلاب في مادة الفيزية بعدين بكسيمة بعدين بكسيمة على عدد الطلاب وكده انا قدرت اجيب المتوسط الحسابي حقهم بنستخدم المتوسط الحسابي في الماشين لرنينغ في العادة مع البيانات الما بكون فيها قيم متطرفة لانه المتوسط الحسابي حساس بالنسبة للقيم المتطرفة كمثال لو في طالب جايب مية في مادة الفيزية لكن باقي الطلاب كلهم جايبين خمسين او سبعين او ما بين العددين دين فبالتالي المية دي ممكن نحتسبها كاوتلاير لانه دي قيمة متطرفة عن باقي القيم ما بتشبه باقي القيم فهو لو جينا جمعنا الاعداد دي حيجب لي رقم مختلف او ما مقارب للمتوسطة اللي انا عايزاه لانه في قيم متطرفة كثيرة فبالتالي هو حساس جدا للقيم المتطرفة خلينا نشوف المفال ده حق المين اقلينا احسب المين لأرقاب دي عندنا عشرة خمسة وعشرين واحد وعشرين وتسعة وخمسة اول حاجة جمعنا كل الارقام مع بعض العشرة زايد الخمستاشر زايد الحداشر زايد تسعة وخمسة جانا خمسين بعدين قسمنا الخمسين على عدد الاعداد اللي عندنا اللي هم خمسة او حسبنا الاعداد اللي عندنا كانت خمسة قسمنا الخمسين على الخمسة جاءنا عشرة فهدى المتوسط الحساب نمشي بعدها للميديان وهو الوسيط والوسيط ده عبارة عن الرقم المتوسط في الداة ست حقتنا ولكن بعد ما رتبتهم بصورة تصاعدية أول خطوة وأهم خطوة إني أرتب البيانات وي مصد هنا في مصد يا جماعة أهم حاجة أعملها إذا ما رتبت المين صدقني يعني خصوصا إذا كانت المسألة طويلة وإنت استخدمت القانون حق الميديان بدون ما ترتبها بعدها حيجيك صداع في قلبك إنه ديشنون أنا عملته لأنه الموضوع قاعد يكون مرهق أو أنا خصيصا كان مرهق جدا بالنسبة لي إني أنسى الميديان فركزوا جدا في إنكم ترتبوها بشكل تصاعدي بعد ما رتبنا الميديان أو العداد بشكل تصاعدي حنشوف العدد المتوسط ليها طيب مرات الأعداد بتكون زوجية ففي الأعداد الزوجية حنتصرف كيف حنقوم نجمع العددين القاعدين في النص ونكسبهم على اتنين وبالصورة دي جمنا الميديان نشوف ليها مثال تسكين مرة تانية بي كيرفول الله يرضى عليك رتب البيانات رتبهم بصورة تصاعدي لأنه ما في فايدة إذا استخدمت القانون وصلت لحد آخر نقطة بدوم ترتبها مسألت كلها غلط حتى الأستاذ أو الدكتور لو شاف مسألة ليك سواء بتقرأ إحصف الجامعة أو لا حيديك غلط كبير جدا لأنه دي خطوة مهمة شديد فأنا هنا يعني بشاكلكم مرة تانية إنه بي كيرف ومهم شديد إنك ترتب البيانات خلينا نشوف المثال ده عندنا هنا عشان نحسب الميديان خمسة أرقام 20, 60, 50, 30, 40 أول خطوة حنعمله إننا نحلل أو نرتب البيانات تصاعديا بدأنا من الأصغر لحد الأكبر من 20 إلى 60 بعدها حنشوف عدد البيانات أصلاً كم حنزيدها واحد حنقسمها على اتنين عشان نجيب العدد ألف النص عندنا حالياً خمسة في حالة زدناها واحد حتبقى ستة ستة على اتنين بتجينا ثلاثة فتلاثة ده الرقم أو الإندكس حق الأرقام أو المصفوفة حق تدي اللي هو حنشيل الرقم الثالث في المجموعة فعندنا هنا بعد ما قسمنا الستة على اتنين جانا ثلاثة فحنقوم نشيل الفاليو الثالث في المصفوفة حقتنا فده الميديم اللي بيتوسط البيانات عندنا مثال تاني للميديم في الحالة كانت أعداد زوجية أول حاجة قولنا حنعمل شنو نشوف السولوشن لتبني البيانات بصورة تصاعدية بعدها لأنه دي الأعداد زوجية حنوجد حنقول عدد البيانات على اتنين وعدد البيانات على اتنين زائد واحد يعني اربعة على اتنين واربعة على اتنين زائد واحد فجانا شنو جانا رقم اتنين وثلاثة اللي هما الرقم الثاني في المصفوفة والرقم الثالث في المصفوفة بعدها حنجيب الافرج أو المتوسط بالرقمين ديال ألا وهم انه احنا حنجمع الرقمين اللي جبناهم ونكسبهم على اتنين لما نجيبنا هنا اتنين وثلاثة لو شايفين هنا جبنا اتنين وثلاثة معناهم البعض وقسمناهم على اتنين عشان نجيب خمستاشر ونصف وده الميديم عندنا في المعادلة دي نرجع مرة تاني للميديم معلش؟ وين بنستخدم الميديم في المشين ديرنين أو ليه بنستخدم أصلا الميديم في المشين ديرنين؟ بنستخدم الميديم لما يكون في قيم متطرفة أو outliers عندنا في البيانات لأنه لو ملاحظين الميديم ما بيتأثر بالoutliers احنا في النهاية حنرتب البيانات بشكل تصاعدي ففي حالة كان في outliers مرتفع جداً عن باقي البيانات حنلقى إنه هو قاعد في الأخير أو في حالة كان ملقصة جداً حيكون في البداية ففي كل الحالات ما هيأثر جداً على الإحصائية أو الإجراء حقي إذا جيت عايز أحسبه فبنستخدم الميديم في حالة كان ما في outliers المين في حالة كان في outliers والمين في حالة ما كان في outliers في حاجة برضو بنستخدم فيها الميديم والمين والمود ممكن أتكلم عنها بعد ما نخلص من المود هنا طيب نجي أخيراً للمود شنوه المود أصلاً؟ المود عبارة عن القيمة المتوسطة أو المتكررة في البيانات عندنا أكتر قيمة متكررة في البيانات عندنا وممكن المود يكون واحد وممكن يكون أكتر من واحد وممكن ما يكون عندنا مود أصلاً طيب خلونا نشوف الرسمي في المود هنا لو ملاحظين ده رسم بياني البيانات وهي بتطلع لفوض لحد ما وصلنا هنا فدي أعلى قيمة فبالتالي البيانات الهين هي المود لأنه هي مكررة طبعاً فلنفترض إنه ده العمود أو الواي الـ X axis وهنا الـ Y axis ففي الـ Y axis ده الارتفاع حق البيانات أو عددها وهنا البيانات إحنا بندرس فيها فهنا كل ما ارتفعنا كل ما عدد البيانات زادت فبالتالي هي مكررة فده اسمه المود هو عبارة عن قيمة تتكرر كتير في الـ data ستتحققنا أما بالنسبة للميدين فهو القيمة المنتصفة تماماً لأننا نرتبناها بعدين شلنا القيمة المنتصفة أو المتوسطة الوسط فيهم والمين هو عبارة عن كل البيانات دي وقسمناها على عددها يعني حاجة شاملة كده فيهم كلهم طيب خلونا نحسب المود في المعادلة دي عندنا المصفوفة القدامنا دي الحل حقها حيكون أنه المود هو رقم واحد واثنين وثلاثة واربعة فعندنا هنا أكثر من مود لأنه الأعداد أوريدي مكررة في حالة كانت الأعداد المكررة متساوية كلهم حيكونوا مود ولكن المهم أنها تكون متكررة أما بالنسبة للمثال الثاني عندنا العددين أو المصفوفة عندين زي ما أنتوا شايفين فالحل حقها الأول تفتكروا شنو الواحد من واحد لخمسة خلونا نعرض الحل حقها المود بالنسبة للأول ما في لأنه من واحد لخمسة ما عندنا أي عدد مكرر فبالتالي ما عندنا أصلا مود أما بالنسبة للثاني فالمود رقم أربعة واضح جدا لأنه العدد الوحيد المكرر طيب خلونا نتكلم عن أنه المود بنستخدمه في شنو في المشين ليرنينج مرات القيم أو القيم اللي بتكون بشكل نوعي مكررة لنستخدم المود ليها يعني مثلا إذا عندنا بيانات فيها missing values المissing values يعني قيم ناقصة خلينا نتكلم عن جدوى بتاع بيانات حد مبيعات فيه قيم ناقصة كتيرة فأنا لو جيت عايز أملل قيم الناقصة دي طبعا هي خطة مهمة جدا إنك تعملل قيم الناقصة قبل ما تتعامل مع البيانات فإذا جيت عايز أملل قيم الناقصة أو ما لازم ولكن في أحيان كثيرة بتعامل بالقيم حقا central tendency فإذا كانت عندنا قيم متطرفة كثيرة قلنا إننا بنستخدم الميدين إذا ما كان عندنا قيم متطرفة بنستخدم المين وإذا كانت البيانات من نوع نوعية بنستخدم فيها المود عشان نملى القيم الفاضية فيها مثال للمود مثلا خلينا نقول مثال من واقعنا مش نهي أكثر أنواع الأحذية المبيعة أو اللي تم مبيعة في السوق في السنة دي فهنا دي حاجة ممكن نقول إنها نوعية أو الأحذية الأكثر شيوعا في المحل حقنا دا فبالتالي دا المود لأنه أغلب الناس بيجوا بيشتروا نفس أنواع الأحذية دي فبالتالي دا شي مكرر ودا المود حق دا طبعا إذا وصلت للحطة دي من الفيديو بدون ما توقفوا ولا مرة فأنا حاب أصفق لك أنت ماشي كويس جدا ولكن إذا وقفتوا أكثر من مرة فالله يسامحك لكن خلونا حاليا نمشي للكويز تايم قبل ما نمشي للكويز تايم شايفين المفاهيم الإحصائية دي مهم جدا إنك تفهم المفاهيم دي بيصورة كويسة عشان تقدر تتعامل بعدين في المشي ولكن الحاجات دي بتتعامل بأكواد بسيطة جدا في البرمجة عندنا مكاتب بنستخدمها بنطلع المين بكود حق سطر واحد حقفيا نفس الشي الميدين ونفس الشي المود إحنا هنا بنحسبهم بخطوات وكذا ولكن هي بتكون أكواد وبشكل بشكل بتظهر ليه بس إنت مهم تعرف إنه إنت بتستخدمها متين وبتستخدمها كيف ولكن ما تشي لهم الحسابات لأنه في كلها حيتيم حسابة من الكمبيوتر نفسه فخلونا هسا نتأكد من الفهم بالكويز تايم عندنا الكويز ده عايزين نجيب المين والميدين والمود للسامبول الحقنا ده السامبول اللي هم العينة اللي احنا اتخذناها من الـ لو متذكرين غايته لو نسيته من هسا الله يكون في عندكم فلازم نجيب أو عايزين نجيب الحاجات الثلاثة دي ممكن توقف الفيديو وتحل المسألة دي لو ما عايز توقف الله يسامحك ولكن يا رب توقفوا يعني كلكم عشان تتعلموا هعد لحد خمسة في سري طب حاليا مفترض تكونوا وقفتوا الفيديو وحليتوا المسائل قارنوا أجوبتكم بالأجوبة دي ده الإجابة حقه المين إذا جبتها صاح ربنا يبارك فيك ويعني حتكون منافس قوي جدا في عالم المشين ليرنينج أنا متأكدة بس حل المسائل دي إذا ما حليتها حتكون منافس لكن ما منافس كبير جدا عندنا بعدها الميديون قارن إجابتك بالميديون هل كانت صحيحة ولا لا وأخيرا معلشا الميديون تكررت إجابته وأخيرا إجابة المود في الداتا سيت أو السامبل حقنا ده وكده نكون خلصنا من الجزئية الأولى حاليا هتواصل معكم مقاب شكرا جزيلا وإذا جندكم أي أسئلة ممكن ترسلوها لنا في البرو السلام عليكم ورحمة الله بعد ما عرفنا مقاييس النزعة المركزية أو Essential Tendency حنشوف The Measures of Dispersion أو مقاييس التشتت يلا قبل ما نخش في الموضوع طبعا خلونا نشوف لنا مثال يوضح لنا أصلا ليه إحنا محتاجين مقاييس زيادة على النزعة المركزية عندنا حيين الحيين فيهم خمسة بيوت معروضة للبيع خلونا نشوف أسعار البيوت دي في الحي الأول أسعار البيوت فيه بتتراوح ما بين الـ 4500 و 4900 المين أو المتوسط بتاع الأسعار هو 4700 دولار بالنسبة للحي الثاني أسعار البيوت بتتراوح ما بين الـ 1000 دولار و 8000 دولار فهنا لو لاحظنا بتلقى أنه الـ prices أو الأسعار هي يعني spread out أكتر أو متشتتة أكتر أو متباعدة أكتر إذا حسبنا المين بتاعتها هنلقى المين 4700 فالـ الـ الـ الأولى ممكن نشوف هنا الأولى الأسعار متقاربة لبعضها وكلها حول المين أو المتوسط أما في الثانية فهي منتشرة أو يعني متباعدة وما قريبة من المين فالمين في الحالة دي ما بمثل البيانات عشان كده يعني المقييس النزع المركزية ما دايما بتكون مناسبة أو ما دايما بتدينا الصورة الكاملة للبيانات بتاعتنا فعشان كده محتاجين حاجة يسمى الميجوريز أوف كسبريجين أيها مقييس التشتت عندنا تآتي الطرق ممكن نقص بها التشتت في البيانات أولها الـ بعد عندنا الـ والـ الـ 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 طيب الـ الـ ببساطة الـ الـ هو الفرق بين أكبر قيمة وأصغر القيمة بنحسبه كيف بنشيل أكبر قيمة في البيانات بنطرح منها أصغر قيمة في البيانات الرمز بتاع الرينج هو R و الرينج هو Affected by Outliers يعني إذا عندنا قيم متطرفة فالرينج ما حيقدر يمثل الداتا بصورة صحيحة ما حيقدر يمثل لنا التشتت في الداتا بصورة صحيحة ناخد مثالين المثال الأول أكبر قيمة فيه هي الأربعة أصغر قيمة هي الواحد نطرحهم من بعض هنلقى إنه الرينج بساوي واحد في الدارسة التانية عندنا أربعة قيم كلهم متساوين خمسة 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 طيب لما نجي نحسب الرينج هنحسب هنقول خمسة ماينس خمسة بصفر لما من الرينج يكون صفر معناته شنو معناته ماف تشتت ماف تباعد ماف يعني تباعد كلها نفس القيم بعد ما عرفنا الرينج هو شنو عندنا تاني مقياس وهو الVariance الVariance التعريف بتاعه شوية معقد لكن بيتفهم لي قدام إن شاء الله خلونا نذكره الVariance هو الAverage of the squares of the distance that each value is from the mean طيب يعني شنو الجبال في المثال بتاعنا بتاع البيوت واسعار البيوت قلنا إنه الDate دي هي مش شتة أكتر صح طيب عايزين نعرف بالVariance المسافة بين المين وكل من النقاط دي كل من النقاط يعزين بس نعرف المسافة بيناتهم شنو في الVariance بيحسب لنا المسافة أو بيحسب لنا متوسط المسافة بين المين وكل النقاط بتاعتنا كل القيم بتاعت الData ويحسبها لنا بأي وحدة وحدة تربيع يعني مثلا هنا القروش كانت الدولارات صح الوحدة كانت دولارات فالVariance هيحسبها لنا بدولارات تربيع فهو ما نفس وحدة المين هو حيكون وحدة المين تربيع أوكي طيب نرجع للتعريف نفسه نقله مرة تانية الVariance هو الأفريج أو المتوسط of the squares يعني مربع المسافة حق كل القيم من المين إذا الفكرة لسه ما وطحت هتوضح لك دام إن شاء الله يعني شنو يعني هو برضو حساس زي زي حساس للقيم المتطرفة فإذا عندنا قيم المتطرفة الVariance قد لا يكون قد لا يمثل التشتت بصورة كويسة ناخد مثال A number of pages in four books عدد الصفحات في أربع كتب الكتاب الأول فيه 52 صفحة الثاني 51 أو 150 صفحة الثالث 200 صفحة الرابع 250 صفحة إذا جبنا المين أو المتوسط لعدد الصفحات في الكتب الأربعة دي حنلقى إنه المتوسط هو 163 صفحة تمام فهذا المين واقع هنا في الصورة دي خلونا نحسب الVariance تمام أو الخطوة في حساب الVariance إنك تجيب المين بعد ما جبنا المتوسط أو المين حنمشي نعمل جدول زينا الجدول دا يعني ما تخافوا يعني الجدول دا حاجة بسيطة جدا أول حاجة البوك أو يعني هنا هنتخد بس الكتاب الصراحة الجزئ دي is not required يعني عادي ممكن نحذفها ما مشكلة ممكن هنا تخذ اسم الكتاب ما مشكلة المهم إنه هنا عندنا رقم الصفحات تمام السالب معناته القيمة دي أقل من المين الموجب معناته القيمة دي أكبر من المين يلا إحنا ما عزي نتعامل مع أرقام بالسالب فعشان نحل مشكلة الساين أو مشكلة السالب دي حنقوم نربع القيم البدينة لما نربعها يهو ختيناها هنا في الصف أو في العمود دا بعد ما عملنا الخطوة دي حنقوم نجمعهم كلهم دا المجموعة عندنا sigma sigma دي معناته الجمع طيب variance بيساوي لنا sigma squared بيساوي لنا يهو المجموع دا يلا بعد ما جبنا المجموع حنقوم نكسمه على عدد العناصر أو عدد البيانات اللي عندنا عندنا أربعة كتب فحنقوم نكسم على أربعة فالvariance بيساوي 5357 ما نعطي شنو الvariance طبعا كل ما زاد الvariance كل ما زاد التشتت في البيانات وما ننسى الوحدة بتاعة الvariance بتتاوي عدد الصفحات squared عدد الصفحات تربيع تمام هي ما نفسي وحدة المين المين بيكون عدد الصفحات أما الvariance بيكون عدد الصفحات تربيع طيب sigma squared يهو دي طبعا دي المعادلة اللي هستشتغلنا بيها عشان نجيب الvariance زي ما شايفين اول حاجة طرحنا كل قيمة من المين بعد ما طرحناهم ربعنا القيمة يهو squared بعد ما عملنا كده جمعناهم كلهم العلامة دي معناها الجمع بعد ما جمعناهم قمنا قسمناهم على عدد البيانات طيب عايزة بس أذكركم بالفرق بين ال population وال sample ال population قلنا هي المجتمع كله اللي احنا we're interested in او احنا يعني عايزين نعمل فيه دراسة اوكي المجتمع بالكامل ال population احتمال يكون كبير احتمال يكون صغير اذا كان كبير فحاجة مستحيلة انك تقمع كل البيانات المحتاجة من population فاذا كان كبير شديد هنحتاج شنو هنحتاج انه ناخد عينة من المجتمع عشان نقدر يعني نعمل على هالحسابات وكده فال population اذا كانت صغيرة ممكن نستخدم ال population كلها كالديرة ست بتاعتنا ما في اي مشكلة فلكن اذا كانت الديرة ست كبيرة شديد او كانت ال population كبيرة شديد في الحالة دي هنقوم نستخدم عينة من ال population والفرق بين ال population وال sample في الحسابات انه اي رقم بجينا في ال population بيكون accurate بيكون يعني فعلا يعني بيمثل البيانات الفيهو اوكي لكن ال sample الرقم اللي بيجينا في sample بيكون estimation او تقدير فقط تمام فهو ما رقم يعني 100% صحيح لكن هو فقط تقدير يلا التقدير طبعا يكون فيه نسبة من الخطأ فلما نجي نحسب ال variance مهم جدا انه نخد الخطأ ده في حساب ونحاول نقلله قدر الامكان فلما نجي نحسب ال population ال population ده طبعا حساب صحيح ما فيه اي مشكلة يهو هنستخدم ال equation دي بس اذا احنا منتعامل مع عينة هنستخدم ال equation وهنطرح واحد من ال sample size عشان بس ناخد حساب للاخطاء اللي بتحصل تمام فال equations اللي اثنين ده هم نفس الحاجة اللي اثنين نفس الشي تمام الاختلاف الوحيد بس يهو في المقام هنا المقام هنا وهنا وتاني بس الرموز المستخدمة الرموز دي طبعا بس عشان نقدر نفرق بين ال population وبين ال sample فاذا لقيت sigma عام لكده sigma squared حت معناته d population اذا لقيت mu دي طبعا المين ميو يهو نفس x bar يهو المين لكن لما نكون عامل بالشكل ده معناته دي المين بتاع ال population بس اذا كان بالشكل ده معناته ده المين بتاع sample فحاجة مهمة انه نعرف احنا بنتعامل مع sample ولا مع population عشان بس نقدر نخد الاخطاء اللي بتحصل في التقدير طيب بعد معرفنا الvariance عندنا مقياس ثالث الاوهو standard deviation standard deviation فكرة نفس فكرة الvariance فاذا كانت فكرة الvariance واضحة بالنسبة لك فكمان الstandard deviation سيكون واضح بالنسبة لك بس اذا الvariance ما كان واضح شديد بالنسبة لك الstandard deviation الفهم بتاعه ابسط واسهل فان شاء الله الفكرة هتوضح طيب الstandard deviation علاقته بشنو بالvariance الvariance اذا اخذنا الجزر التربيعي بتاعه هيدينا الstandard deviation بس ده كله في الموضوع يعني يعني الstandard deviation اذا ربحتها اذا ربعنا الstandard deviation هيدينا الvariance واذا اخذنا ال square root او الجزر التربيعي بتاع الvariance هيدينا الstandard deviation ففي العادة بكون ياما بتستخدم الstandard deviation ياما بتستخدم الvariance ما الا تستخدم هم اللي اتنان بس واحد منهم يلا جبال قلنا انو الوحدة بتاعة الvariance بتكون تربيع يلا هنا عشان اخذنا ال square root او اخذنا الجزر التربيعي فالوحدة الوحدة بتاعت الstandard deviation بتكون ما مربعة بتكون عادية تمام بنفس وحدة المين نشوف الdefinition بتاع الstandard deviation هو نفس الdefinition بتاع الvariance باختلاف بسيط جدا هناك في الvariance قلنا هو مربع او تربيع للمتوسط تمام ما عارف اصغل الكلام كيف لكن هناك الكلام بس فيه تربيع هنا ما في اي تربيع في الموضوع هنا طوال بس بنقول الstandard deviation هو متوسط المسافة بين ال data او ال values في data من المين طيب الكلام يعني ممكن ناخد صورة توضح لنا الحاجة دي المثال ده اخذناه جبال صح طيب ممكن نشوف هنا فوق احنا عايزين نعرف القيم دي هي بعيدة قدر شنو من المين اوكي فبنشوف القيمة الاولى وبعيدة شنو من المين وبنشوف القيمة التانية بعيدة قدر شنو والثالثة والرابعة والخمسة وبنجيب المتوسط بتاع القيم دي كلها وكده بكون عرفنا المسافة يعني متوسط المسافة بين المين وال data point دايه باختصار standard deviation طبعا standard deviation مستحيل تكون بالسالب الكلام ده applies برضو بالنسبة لل variance وال range الحياة دي مستحيل تكون بالسالب لانه منجز في التشتت فالتشتت اذا ما فتشتت هنعبر عنه بالصفر تمام صفر ما فتشتت في البيانات معناته كل قيم نفس الشي بس اذا في تشتت كل ما زاد الرقم اللي بيجينا في المقاييس دي معناته التشتت في البيانات زاد تمام فبس يعني مستحيل يجيك standard deviation negative اذا جاك negative معناته عملت حاجة غلط فراجع حساباتك الحمد لله كده انتهينا من الحاجات اللي هنحتاج لها في descriptive statistics هنقبل هسي على الاحصاء او مع الاحصاء هنقبل على الاحتمالات الاوة هي probability طيب probability هي شنو probability هي رقم بيمثل لنا فرصة وقوع حدث معه طيب يجينا الاثنين سوا واحد بس منهم ممكن يجي يهو الهد او الهد فدي كل الحاجات الممكنة ودي بنسميها sample space هي بتكون كل الممكن الممكن انها تطلع علينا يعني يلا احتمالية حدوث واحد منهم او احتمالية يعني انه يطلع علينا الهد هتكون نص واحتمالية انه اجينا هتكون برضو طيب المرة دي يلا هنا كان عندنا كوين واحد بس بس المرة دي هيكون عندنا اثنان اثنان من الكوين بدل واحد فلما نجي نعمل لهم flip يما حيجينا في الكوين الاولى يما حيجينا head head او حيجينا head tails او حيجينا tails head او حيجينا tail tail فدي كل الخيارات الممكن ان تجيني لما ارمي اثنان من ال coins في نفس الوقت طيب where is random event random event بكل بساطة هي حدث النتيجة بتاعت الحدث دا غير متوقعة يعني يعني ما حتقدر تتوقع الحدث دا النتيجة بتاعت هتكون شنو هس اخذنا مثال بسيط للحاجة دي الا وهي ال coin لما ترمي ال coin ما حتقدر تتوقع هل هتكون heads ولا tails مثال ثاني عندنا حجر النرد فحجر النرد عندك 6 خيارات ما حتقدر تحدد دياته واحد منهم حيصهر ما حتقدر تعمل يعني prediction فدي هال random event هي حدث بتكون ما حتقدر تتحدد ال outcome بتاعته شنو بالنسبة لل random variable هو يعني ال value بتاعته هيكون outcome of a random event يعني قبل شوية قلنا انه عندنا ال random event هي بتكون event او حدث انت ما حتقدر تتوقع outcome بتاعه يلا outcome الممكنة كلها دي بنمثله بال random variable كيف يعني طيب خلونا ناخد مثال الحاجة دي مثلا عندنا قلنا dice row صح ف ال outcomes او النتائج الممكنة يا اما 1 2 3 4 5 او 6 تمام فدي كلها outcome of a dice row ده ممكن نمثله بال متغير x طيب انواع ال variables او انواع random variables عندنا نوع النوع الاول هو discrete variable وهو حاجة يعني هو variable بياخد قيمة حاجات ممكن تتحسب عديل يعني فمثلا مثلا عندنا عدد الناس عدد الناس ما ممكن يكون كسر يعني ما ممكن يكون عندك شخص ونص شخص ونص دي حاجة مستحيلة برضو مثال ثاني عدد الصفحات في الكتاب بالنسبة لل continuous variable وطبعا نسيت اقول حاجة انه discrete variable دائما بتكون عدد صحيح مستحيل تكون كسر هو متغير بيقدر ياخد اي قيمة بين رقمين او بين يعني في نطاق معين فقص دي بالحال يدي شنو مثلا عندنا رقم واحد واثنين بيناتهم اعداد يعني ما عندها نهاية اعداد كثيرة شديد فمثلا عندنا 0.1 0.2 0.3 0.000 0.4 0.000 0.000 0.4 فارقام ما بتنتهي بين يعني رقمين ما بتنتهي دي هاجة مستحيلة فالcontinuous variable بتقدر تاخد كل القيام دي يعني كل القيام دي ممكن تاخدها فعشان كده بتكون decimals او integers عادي ممكن تكون integer عادي ممكن تكون decimal يلا مثال لها عندنا الزمن الزمن هو continuous variable وعندنا distance distance برضو continuous variable وبرضو عندنا الطول طول برضو طول الشخص هو continuous variable طيب عايزين ناخد rules of probability probability عندها اربعة قواعد اول قاعدة بتقول لنا انه probability of any event happening حتكون لنا بين الصفر والواحد الكلام دي يعني شنو معنات بس انه احتمالية حدوث اي حاجة حتكون دايما بين الصفر والواحد وممكن تكون صفر وممكن تكون واحد تمام ما حيكون رقم اكبر من الواحد ما حيكون رقم اقل من الواحد دي حاجة مستحيلة القاعدة التانية بتقول لنا انه اذا الحدث مستحيل انه يقع معناته probability حقته حتكون صفر مثال للحاجة دي شنو عندنا حجر النيرد لما ترمي حجر النيرد مستحيل يجيك رقم اكبر من السبعة فاحتمالية حدوث هذا الحدث يعني احتمالية انه ترمي حجر النيرد ويجيك رقم اكبر من السبعة دي حاجة مستحيلة فالprobability بتاتا حتكون صفر يلا القاعدة التالتة هي عكس القاعدة التانية بتقول لنا انه probability يعني اذا متأكد انه الحدث هيحصل متأكد مئة بالمئة معناته probability حقته حتكون واحد مثال للحاجة دي شنو نفس المثال اللي استخدم نجبيل مع قليل من التعديل لو عندك حجر النيرد رمية حجر للنيرد يعني يحيجيك رقم اقلة من السبعة دي حاجة اكيدة صح فاحتمالية انه ترمي حجر النيرد ويجيك رقم اقلة من السبعة دي حاجة مئة بالمئة حتحصل فعشان كده probability حتكون واحد القاعدة الرابعة بتقول لنا انه the sum of probabilities of all outcomes in the sample space is one يلا دي انا حشرحها لكم بمثال طيب دي هالقاعدة كذبتها لكم فوق عشان ما تنسوها يلا المثال هو عندنا الحجر النيرد الحجر النيرد لما نترميه عندنا ستة يعني possible outcomes تمام دي كلها ممكن يعني يجيك واحد من الستة طبعا ما حيجيك كلهم في نفس الوقت لكن يجيك واحد من الستة دي يلا probability betاع كل واحد منهم احتمالية انه يجيك واحد ولو احتمالية حدوث حين 1 على 6 4 1 6 6 6 8 8 9 10 في حاجة اسمها وقبل ما نوريكم المفهوم بتاع شنو هناخد امثلة اتخيل انك هتاخد امتحان وانت ما قارل الامتحان ده ما درسته ما جهسته حرفين بس ماشي على بركة الله فمشيت الامتحان شفت الاسئلة لقيت الاسئلة الصعبة شديد يعني السؤال الوحيدة اللي عرفتها تجاوبه صح هو اول سؤال بتاع اسمك شنو فالامتحان كان صعب شديد وانت ما متوقع انك تنجح فيه او متوقع يعني الاحتمالية انك تنجح في الامتحان ده قليلة جدا تمام فاحتمالية انك تنجح بسيطة اذا نجحت في الامتحان هتكون متفاجئ جدا لانك انت ما متوقع انت ما قارل ما درسته ما جهسته فكيف تنجح في الامتحان اذا نجحت هتكون متفاجئ جدا هتكون فرحان طيب ناخد مثال تاني مثلا نقول انك قاري للامتحان ودارس وحلت أسئلة وتمرنت على كل الأسئلة الممكن تجي في الامتحان فإنت متوقع النجاح بكل سهولة فالاحتمالية إنك تنجح عالية لأنك أنت جاهز إذا نجحت في الامتحان ما حتكون متفاجئ فيه الصندل متوقع فلما تكون متوقع حاجة التفاجئ بها حيقل بس لما تكون ما متوقع شي والشي ده يحصل بتتفاجئ بالحاجة دي ده مفهومة surprise بيقول لنا شو السبريز السبريز هو معكوسة للprobability فالprobability هي التوقع يعني تتوقع إن الحياة تحصل surprise بيكون التفاجئ فهم عكسي بعض إذا الحاجة متوقعة السبريز أو المفاجئة بسيطة بس إذا الحاجة غير متوقعة أو التوقع بتاعه بسيط جدا فالsurprise حتكون عالي شديد أوكي فبنمثل أو بنرمز للsurprise بالمعادلة دي واحد على P يلا المعادلة دي فيها مشكلة المشكلة شنو؟ المشكلة إنه لما تكون متأكد مية بالمية إنه الحياة دي حتحصل إنت ما حتكون متفاجئ لما تحصل صح؟ ما حتكون متفاجئ فالprobability لما إنت تكون متأكد من الحاجة حتكون واحد صح؟ فالsurprise واحد على واحد بساوي واحد لكن ده خطأ إنت ما حتكون متفاجئ يعني ده حاجة متوقعة فده خطأ في المعادلة حنحتاج إنه نحلو حنحلو كيف؟ حنحلو بإنه ندخل اللوغريثم في الإكوائيجن ما تسألوني ليش؟ يعني هم حددوا إنه خطوا اللوغ لكن لما نخطوا اللوغ لقوا إنه المشكلة بتتحلى لأنه اللوغ بتاع واحد بساوي صفر طيب عندنا جراف بمثلينا العلاقة بين الprobability والsurprise الprobability كل ما هي زادت كل ما ديت الprobability بنلقى إنه surprise بتقيل صح؟ فدي علاقة عكسية طيب استخدامات surprise الشنو في المشين لرنينج السبرايز طبعا إحنا في المشين لرنينج الهدف إنه نعمل predict أو نتوقع القيمة بتاعت الtarget variable باستخدام حاجات تانية فإحنا هالهدف كله إنه بنتوقع حاجات تمام؟ فلما نجي نتوقع بنكون عايزين نقلل فرصة حدوث حاجة ما متوقعة تمام؟ عندنا بنحاول نقلل السبرايز لأنه ما عايزين حاجة ما متوقعة تحصل إحنا أصلا بنحاول نعمل predict لشي معين بنحاول نتوقع شي معين فلو حصلت حاجة غير متوقعة لحاجة ما كويسة فدائما بنحاول نقلل السبرايز مرات كتيرة ونكون عايزين نعرف العلاقة بين متغيرين شنو وال Pearson Correlation Coefficient بتساعدنا في الحاجة دي خلينا ناخد كممثال وبعدها نشرح Correlation Coefficient ديش نو عندنا المتغير الأول هو عدد الساعات اللي بيقضيها الشخص وهو بيدرس عندنا المتغير التاني هو الدرجات في الامتحان هل في علاقة بين المتغيرين ديل؟ اللي جابه أيوة طبعا في علاقة بينهم كل ما زادت عدد الساعات اللي بيدرس فيها الشخص زادت درجاته في الامتحانات مثال تاني عندنا المتغير الأول عبارة عن معدل الغياب بتاع الطالب المتغير التاني هو درجات الطالب في الامتحان هل في علاقة بين المتغيرين ديل؟ أيوة في علاقة بينهم كل ما زاد غياب الطالب عن المدرسة قلت أو نقصت دريعتهم مثال ثالث عندنا العمر والثروة هل في علاقة بين المتغيرين ديل؟ الإجابة لا ما في علاقة بيناتهم الزول ممكن يكون عمره صغير وما عنده أي قروش أو ممكن يكون كبير وعنده قروش كثيرة أو ممكن يكون كبير ومفلس ما عنده أي قروش وممكن يكون صغير وعنده قروش كثيرة فما في علاقة بين الـ بين الـ و بين الـ و الـ 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 هو رقم بيمثل لنا قوة العلاقة بين قوة علاقة الخطية الأهم شيء إنه العلاقة تكون خطية العلاقة الخطية بين متغيرين عايزين نعرف حاجات زي هل في علاقة أصلاً بين المتغيرين ديل؟ العلاقة دي نوعي شنو؟ هل كلما زاد المتغير الأول زاد المتغير الثاني؟ أو العكس ولا ما في أصلاً أي علاقة بيناتهم وإذا في علاقة بيناتهم قوة العلاقة دي شنو؟ فده كلها أجوبة بيساعدنا الـ correlation coefficient إنه نجاوب عليها طبعاً الـ values أو القيم اللي ممكن يأخدها الـ correlation coefficient بتكون من السالب واحد ل الموجب واحد هنشوف هالسي السالب واحد والموجب واحد ديل معناتهم شنو؟ طيب الموجب واحد معناته عندنا perfect positive correlation معناته شنو؟ معناته كلما الـ variable أو المتغير الأول زاد المتغير الثاني زاد معه لو جاءنا الرقم صفر معناته ما في أي علاقة بين المتغيرين يعني ممكن واحد منهم يزيد الثاني ما حيتأثر بالحاجة دي السالب واحد بيمثل لنا perfect negative correlation يعني شنو؟ يعني كلما زاد متغير المتغير الثاني نقص وكلما نقص متغير المتغير الثاني زاد وممكن الـ correlation coefficient يكون رقم بين الأرقام دي يعني ممكن يكون 0.9 0.9 معناته في علاقة بين المتغيرين وهي علاقة قوية بس إذا جاءنا رقم زي 0.1 الرقم دي قريب للصفر فمعناته العلاقة بيناتهم هي موجودة يعني هي في علاقة بيناتهم لكن علاقة ضعيفة جدا فكلما اقترب الـ coefficient كلما اقترب للواحد أو للسالب واحد العلاقة بيكت أكوى وكلما اقترب من الصفر العلاقة بيكت أضعف طيب كيف ممكن أحسب الـ correlation coefficient؟ أول حاجة الرمز بتاع الـ correlation coefficient هو الـ R عشان نحسبه بالنستخدم المعادلة دي شكلها مخيف لكن هي حية سهلة شديد ناخد مثال على الكلام ده عندنا متغيرين اتنين الـ X والمتغير Y طيب عايزين نشوف العلاقة بين المتغيرين دي لشنو فشلنا القيم بتاعت الـ X خدتينها في عمود وجمعناهم كلهم وخدتين المجموع بتاعه هنا وجبنا قيم بتاعت الـ Y خدتينها في العمود الثاني وبرضو نفس الحاجة جمعناها ودربنا القيم بتاعت الـ X في الـ Y وخدتينها في العمود الثالث جمعنا القيم كلها وبعدها مشينا جبنا الـ X تربيع يهو بس ربعنا القيم اللي هنا وخدتينها في العمود ده وبرضو أضفنا أو جمعنا القيم كلها ونفس الحاجة عملناها في الـ Y وعندنا المجموع هنا يلا بعد ما عملنا الخطفة دي كل اللي علينا نعملوا انه بس يعني نبدل القيم في الإكويجن دي فمثلا عندنا مجموعة الأكس في الواي يهو الرقم ده عندنا الآن الآن دهو عدد القيم فعدد القيم هنا عندنا 6 يعني لو حسبنا دهل دهل 6 قيم فالآن حتكون ب6 يهو بس بنشيل ونتبدل فعندنا دي حاجة الأكس هنا ده مجموعة الواي ده الآن يهو 6 ده مجموعة الأكس تربيع ده الأكس العادية وبعدها حناخد الواحد والعشرين دي نربعها وعدها الآن يهو 6 الواي تربيع بعدها القيم بتاحت الواي القيم بتاحت الواي نربع الوايوز دي وندخلها في أي كالكوليتر أو ممكن تحسبها بيدك إذا عايز بس ممكن ندخلها في أي كالكوليتر وحجينا العلاقة بين المتغيرين دهل فهنا جاتنا 0.9 0.9 معناتها العلاقة بين المتغيرين دهل الأكس والواي علاقة قوية طبعا إحنا بعدين محن نستخدم الإكواجينز الصعبة أو مش هي مصعبة هي بس الإكواجينز الطويلة دي بعدين عندنا أكواد بسيطة ممكن نستخدمها عشان نعرف بيها الحاجة الده كله بعد ما عرفنا الCorrelation coefficient هو شنو خلونا نعرف الProbability Distributions الProbability Distributions هم طرق بناعمل بها Visualize للديتا عشان نعرف الديتا هي ذاته متوزعة كيف أول حاجة خلونا ناخد مراجعة سريعة على الرموز اللي هنستخدمها عندنا X bar ألا وهي السامبل مين عندنا ميو ألا وهي الـ والسيجما بتمثل الـ ركزوا على آخر اتنين لأنه هنستخدمهم كثير في الصعيدات الجاية طيب عندنا Normal Distribution Normal Distribution شنو؟ طيب أول حاجة خلونا نفهم الـ و الـ يمثلوا شنو؟ الـ X axis دي بتكون variable أو متغير بيكون continuous إحنا في البداية أو قبل شوية عرفنا الـ والـ Normal Distribution بتتعامل مع الـ زي الزمن أو الطول أو المقاسات يعني أما الـ Y axis بيكون لنا الاحتمالية احتمالية إنك تلقى مثلاً شخص بالطول الفلاني أو احتمالية إنك تلقى بالطيخة بالوزن الفلاني فده الاحتمالية تمام؟ ففي العادة بنلقى إنه البيانات كلها بتكون متجمعة حوالي المين طبعاً الخضة ده هو المين حق حق الـ حق الـ data فبنلقى إنه أغلب البيانات متجمعة حوالين المين طيب والمين ده طبعاً بيقسم الـ data لقسمين يعني متماثلين فاليمين ده هو نفس الشمال وكل ما ابتعدت عن المين قلت الـ البيانات فالبيانات أكتر حاجة شنية أكتر حاجة قاعدة في المين وكل ما ابتعدت من المين كل ما قلت البيانات طيب تكلمنا عن أول نقطة تانى نقطة هو بيكون Bell Shade فبكون شكله عامل زي الجرس فمرات بتلقى إنه Normal Distribution يسموها Bell Curve معظم البيانات اللي بنستخدمها في Machine Learning بتكون Normally Distributed فعشان كده حاجة مهمة ما نفهم Normal Distribution هي شنو طيب ده غراف يعني مشابه لأول غراف شفناه الغراف ده بورينا إنه 68% من البيانات بتقع على بعد 1 standard deviation من المين أوكي 99% من البيانات بتقع على بعد 2 standard deviation من المين و 99% من البيانات بتقع على بعد 3 standard deviation من المين طبعاً في بيانات خارج النطاق ده لكن دي بتحتبر Outliers أكيد 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 شفتوا الميم ده أو شفتوا ميم مقارب له وحرفياً نفس فكرة Normal Distribution طبعاً عندنا أنواع أخرى من Probability Distribution ما هنحتاج نعرفهم في الوقت الحالي بس أعرفوا إنه إذا البيانات بتحتك ما توزعت بنفس التوزيع حق Normal Distribution دي حاجة عادية لأنه عندنا أنواع أخرى من التوزيعات طيب حشرح ليكم مفهوم الزيت score بالغراف ده طيب الزيت score بتكون صفر إذا القيمة أو ال data point كانت نفس كانت نفس المين أو كانت نفس المتوسط بس إذا القيمة دي كانت على بعد standard deviation واحد من المين فحنقول إنه الزيت score بيساوي واحد إذا كانت البيانات دي أو إذا كانت ال data point إذا كانت ال data point على بعد اثنين standard deviation من المين فمنقول إنه الزيت score بتحت القيمة دي هي اثنين أما إذا كانت على بعد الثلاثة standard deviation من المين فبنقول إنه الزيت score بتساوي ثلاثة فالزيت score إذا كانت أكبر من ثلاثة معناته القيمة دي هي outlier الزيت score بنحسبها بالفورميلا دي بناخد القيمة نفسها بنطرح منها المين وبنكسبها على standard deviation خلونا نطبق المعادلة دي في المثال طيب عندنا data المين بتاع ال data دي هو ستة والstandard deviation بتاع ال data هو ثلاثة ال data هي شنو normally distributed قال لنا نجيبه الزيت score of the value 18 وقال لنا ولازم نجاوب على السؤال هل ال value ده outlier ولا طيب 18 ده أو 18 دي جزء من البيانات الكاملة عندنا نقاط كثيرة أو data point كثيرة فالرقم 18 ده قيمة واحدة من القيم ديك فحنقول 18 minus المين ألا وهو ستة على standard deviation ثلاثة 18 minus 6 بـ 12 على ثلاثة فيها الأربعة طيب هل القيمة دي outlier؟ الجبال قلنا إنه إذا الزيت score كانت أكبر من ثلاثة فهي تعتبر outlier معناتها الثمنتاشر هي outlier طيب لما نكون عندنا outliers بنعمل شنو؟ عندنا حالتين اتنين الحالة الأولى ال outlier بكون نتيجة لقطأ اتعمل أو أي شيء زي كده فمثلا خطأ كافي عنه يعني مرات الشخص اللي بدخل البيانات يعني بكتب أرقام يعني هو بالغلط ما بكون قاصد إنه يكتب الرقم ده بس بالغلط يعني داس على الرقم المعين ده فجاتنا قيمة متطرفة في الحالة دي بنتعمل معها كيف؟ بس بنحذفها بكل بساطة بنحذف القيمة دي وكده خلاص انتهينا من موضوع ال outlier أما في الكيس الثانية أو في الحالة الثانية بكون عندنا outliers بتظهر بطريقة طبيعية يعني ما خطأ ما نتيجة الخطأ أو أي شيء زي كده مثلا طول الناس في ناس بتلقاهم طويلين شديد 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 الطول بتاع الناس دي مقارنة بباقي الناس الطبيعية بباقي الناس بيكون يعني بيكون قيمة متطرفة لكن شنو ما بنقدر نحذف القيمة دي اللي إنها هي قيمة حقيقية ظهرت لوحدها طيب إذا وصلت للسلايدة حابة أقول لك ألف 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 مبروك وحمد الله على السلامة كده نكون انتهينا من الإحصاء والprobability اللي هنحتاج لها للمachine learning والAI خلونا ناخد overview عن الحاجات اللي أخدناها الأول حاجة اتكلمنا عن الpopulation والsample والطرق المختلفة اللي بناخد بها السامبل بعدها اتكلمنا عن الstatistical graphs اتعرفنا على الhistograms والscutter plots والhead والheat maps وحاجات كثيرة بعدها اتكلمنا عن essential tendency أو مقاييس النزعة المركزية وعرفنا كيف بنجيب المين والmedian والmode بعدها اتكلمنا عن مقاييس التشتت وعرفنا كيف نجيب الvariation والمالش عرفنا كيف نجيب الvariation والstandard deviation والrange بعدها اخدنا مقدمة عن probability وبعدها تكلمنا عن surprise وكيف انه surprise بكون محكوس probability بعدها اتكلمنا عن الpearson correlation وكيف ممكن نحسب العلاقة بين متغيرين بعدها اتكلمنا عن probability distributions بالتحديد normal distribution وبردو اتكلمنا عن z score وفي النهاية ختمنا ب dealing with outliers وكيف ممكن نتعامل مع الحالات المختلفة اتمنى انه الشرح كان واضح وانكم السفدة من الفيديو ده اذا عندكم اي سؤال ممكن تسألونا في ال group او ترسلونا ايميل وبتوفق لكم ان شاء الله في رحلتكم مع ال machine learning وال ai اشتركوا في القناة